موسيقى السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد يارب تكونوا في أفضل حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وبنتكلم عن أداة أو طول مهمة في برنامج الرفت المعماري وهي أداة الأري بداية في نوعين من الأري إما لينير أري يعني خطي أو طولي أو ريدي الأري يعني شعاعي أو نصف قطري باستخدام أداة الأري نستطيع خلق عدة نسخ متطابقة من نفس العنصر أو المجموعة وباستطاعتنا الرجوع والتعديل بتغيير هذا العدد إما بالزيادة أو النقصان ممكن أن تكون العناصر الناتجة من الأري في مجموعة للسماح بإجراء تعديلات سريعة تؤثر على المجموعة بأكملها إما بزيادة عنصر أو الإزالة منها بتفيد هذه الأداة كثير في المشاريع اللي يكون فيها عناصر متكررة بكثرة مثل المسارح، القاعات، اللاند اسكيب، المكاتب، المستشفيات، جامعات ومدارس ومختبرات وغيرها هذا الفيديو بينقسمي بثلاثة أجزاء الأول بنتكلم عن اللينير أري وبعدها بنتكلم عن الريديا الأري وهم سهلين ومتشابهين بس في بعض الأختلافات وفي الجزء الثالث بنتطرق لبعض النصائح والأخطاء اللي ممكن تتجنبها عند استخدام أداة الأري تول خلونا ننتقل للرفت ونبدأ الفيديو نوصل الأداة الأري أو الأري تول من المودفاي ريبن أو من قائمة المودفاي واختصارها على الكيبورد AR وهذا الآي كلها ثلاثة مربعات ممكن نسوي أري الأي شي عندنا في المشروع يعني ممكن نرسم مول ونسوي بليس الوين ويندو وبعدها نسوي أري الباقي الويندوز وممكن نتحكم بالسبيسينج اللي بينها بسهولة نروح مثلاً مثال ونرسم ويندو أو حتى ممكن نستخدمها مع الفرنيتر لو جينا مثلاً استخدمنا هذا الكرسي ونسوي بليس مثلاً هنا نضغط على السبيس بار عشان نغير الاتجاه أو الوريينتيش بعدها نبغى نسوي له أري أري من الأدوات اللي نستخدمها بعد ما نحدد العنصر يعني لو جينا وضغطنا AR نشوف الكرسي تغير الشكل الأري لكن لما نجي نضغط ما رح يصير معنا ولا شي وأيضاً لو رح نخترناها نفسها من الأدوات واخترنا الأري ما رح يسوي ولا شي لو إحنا ما حددنا يعني الصح إنه إحنا في البداية نحدد العنصر اللي نبغى نسوي له أري وبعدها نختار التول بيطلع معنا هذا الشريط الأخضر في الأعلى بقمة السهولة في البداية الـ Activate Dimensions ممكن نحطها وممكن نستغلي عنها لأنه كذا كذا عندنا فرفت الـ Dimensions المؤقتة الزرق اللي بتطلع لنا فممكن نستغني عنها بعد هذا الثاني اختيار اللي هو النوع الأري هل نبغىه لينير أو نبغىه ريديل الـ Default فرفت إنه هو لينير بس ممكن تغير وتجي تختار ريديل بسهولة لكن لما تختار ريديل ثاني مرة تسويها بيكون عندك ريديل بس نقدر نغير بينهم بسهولة جدا مجرد إنه نضغط عليها طريقة الأري إنه إحنا نجي ونحدد مثلا على هذا العنصر ونقول له مثلا نبغى هذا العدد من العناصر ممكن نحدد العدد من هنا بعد ما سوينا الـ Spacing بينهم إما نكتب من هنا أو نكتب من هنا ما تفرق كلها نفس الشيء فمثلا نقول له 6 نضغط على Enter فصار عندي هذا العدد الحلو في الأري إنه إحنا لما جينا نسوينا حطينا وحددنا المسافة والعدد بس نقدر نجي ونغير المسافة بين الكراسي أو مثلا الشجر أو إيش مكانة سرر وممكن نجي ونغير العدد مثلا نبغى عشرة نضغط Enter فكذا بسهولة نقدر نتحكم فيها بتكون جدا بسيطة ثاني اختيار عندنا في الأري لو جينا واخترنا مثلا نفس الكرسي ثاني اختيار في الأري اللي هو الـ Group يعني لما نجي ونضغط على الأري بنشوف فيه هنا اختيار Group & Associates والـ Default أيضا إنه هو محطوط عليه صح الفرق بينهم لما جينا نجي ونشيل الـ Group ونسوي مثلا نبغى العدد نختار إنه هنا اثنين أو نكتب مثلا نبغى إنه خمسة وجينا وحددنا المسافة بيكون هذه قرارات نهائية يعني لما نجي خلاص وأسوي بلايس لهذا الكرسي يحط لي خمسة بس ما لهم علاقة ببعض ولو جيت وعدلت مسافة بين الأول والثاني ما رح تتغير المسافة بين الكراسي الثانية يعني احنا بيكون عندنا زي قرار نهائي نسوي لهذا Delete لكن في الحالة الأولى إنه احنا كنا حطينا صح على Group & Associates ممكن نجي نغير في الـ Group وبيتغير في كل الكراسي يعني مثلا جينا واخترنا على هذا الكرسي ونبغى نسوي له مثلا ميرور للاتجاه الثاني بيكون صف حطينا صح بيكون عندي كذا الكراسي كلها تسوى لها ولو جينا وغيرنا العدد مثلا من 10 ل 6 بتقل كل الكراسي لو جينا وغيرنا المسافة بين الكرسي والثاني مثلا زودناها وحطينا صح بتتغير بكل الكراسي الثانية فكذا بسهولة المفروض إنه نكون دائما نحط صح على هذاك الأختيار لأنه أيضا ممكن نجي ونسوي Ungroup يعني مثلا حددنا عليها وما نبغاها تكون لها علاقة ببعض ممكن نجي ونسوي Ungroup وكذا صارت ما هي Group ورجعنا إنه كانت يعني خلاص صار هو وقع هذا قرار نهائي لكن من الأفضل إنه إحنا نخليها Groups زي ما هي وثاني اختيار عندنا نحذف هذول ثاني اختيار عندنا بعدها نضغط على الري نخلي هذا عليه دائما زي ما قلنا صح لأنه كذا كذا هذا القرار نقدر نتراجع عنه لكن ما نقدر نسوي Group and Associate بعد كذا هنا الاختيار زي ما قلنا إنه يكتب النمبر ممكن نحدد العدد من هنا أو نحدده بعد ما نخلص يعني لو قلنا مثلا خمسة ونجي نحطها هنا أو نكتبها هنا نفس الشي الاختيار الثاني Move To أنت بتحدد المسافة بين الأول والثاني أو بين الأول والأخير يعني لو جينا وحددنا على Last نطلع من هذا الري ومثلا نحط نفس الفرنيتر يعني نفس الكرسي حطيناه هنا ونبغى نسوي له الري ممكن نقوله أنا عارفة مثلا مكان آخر كرسي كم بس ما عارف كم يكفي لكرسي يعني مثلا آخر شي مثلا عندنا جدار في المكان اللي هنا فأنا عارفة هذا المكان كله بحط فيه كراسي بس ما عارف كم يكفي فحطيت الأخير وبعدها مثلا نجرب نقول مثلا نحط عشر كراسي لو حسنا المكان ضيق ممكن نجي ونخليها ثمانية وأنتر فكذا هذا الاختيار بسهولة لما إحنا ممكن ما نعرف كم يكفي أو لو نبغى يكون عندنا الاختيار لكن طبعا نقدر بكل سهولة نجي ونسحبها كذا ونزود العدد يعني بس هي اختيارات بحث أنها تسهل لك العمل بس ما هي بقديل نشوف باقي الاختيارات نحط نفس الكرسي هنا بعدها نضغط AR عندنا بعدها الكنسترين هذا الكنسترين بسهولة بخلينا نتحرك بتسعين درجة نفس باقي الاختيارات أو التول برافت يعني هنا لما نجي نسوي حطينا عليها صح بس نقدر نتحرك بتسعين درجة أما جنب أو فوق يمين يسار تحت لكن لو كانت مشيولة ممكن نجي ونقول مثلا نبغى خمس كراسي أو ست كراسي وبعدها نختار على ثاني كرسي ممكن نتحرك بهذه الطريقة لكن لو كانت فيه لا ما رح نقدر نتحرك كذا يعني مثلا نحط هذه الكراسي نبغىها خمسة نضع طالة خمسة أو نختار مثلا ستة نحط ENTER نغير المسافة بينهم زي ما قلنا بسهولة ممكن نسوي لها EDIT ومن المودفاي مثلا نحدد على هذا الكرسي ونسوي له الريل اتجاه أو المكان الثاني فحطينا صح بيكون فيه كراسي بهذا الاتجاه فكذا بكل سهولة هذا الLinear array وبنتكلم الآن عن الRadial array الRadial array بيشبه بشكل كبير الLinear array في بعض الاختلافات لو جيله وحطينا نفس الكرسي اللي بنتكلم عنه من البداية وسوينا له array ضغطنا عليه وضغطنا على AR من هنا نغير طبعا عرفنا هذا في البداية انه من هنا نغير بين الLinear والRadial هذه الثلاث اختيارات في البداية كلها تكلمنا عنه وهي نفسها اللي هو group under associate والعدد و move to اما second او last نفسها بالضبط هنا اللي بيكون عندنا ليفرق اللي هو الانجل الدرجة والcenter of rotation نسوي لها place الcenter of rotation هي هذه الدائرة الزرقة ممكن نختار على place ونغير مكانها او ممكن تحركها كذا لو تبغى ترجع تخليها ترجع بنفس المكان اللي كانت فيه تضغط على default فبترجع مكانها فخلونا نسوي مثلا مثلا مثال نبغى من هنا يكون عندنا 6 نسخ ونبغى نحدد ثاني نسخة وجينا وسوينا rotate مثلا من هنا الهنا وحددنا زاوية اثناء الرسم قبل لا نكتب من هنا عادي ممكن اثناء الرسم نحددها وقلنا نبغى مثلا هذي الزاوية بتكون عندي فوق بعض لان center of rotation هو في النص وطبعا نقدر طول ما احنا خلينا الصح على group and associate نقدر هنا نغير العدد ونغير الانجل بنفس الطريقة بكل سهولة بس غالبا ما رح نسوي كده يعني لو ما نجي ونبغى نختار مثلا هذا الكرسي ونبغى نسوي له الري بنختار center of rotation يكون مكان مختلف طبعا ممكن نسوي له place من هنا او انه نمسكها ونحركها لاي مكان احنا نبغى لو اخترنا العدد يكون ثراثة ونبغى نحدد انه يكون ثاني واحد اللي نبغى نحط له الانجل بيكون عندي ثراثة ممكن لو نجي نسحبها كده يعني نسحب النهاية عشان نغير الزاوية ونغير أيضا البداية من هنا يعني مفتوح عندنا الاختيارات ومن هنا نغير العدد لو نبغى هم خمسة فبيتغير عندي فكذا بكل سهولة ممكن كيف نسوي الري دي الري وطبعا طول ما هي group ممكن نسوي لها copy او نسوي لها rotate نضغط على الصح صار في copies قدامها نشوف مثال ثاني نجي نستخدم نفس الكرسي component نحط هذا الكرسي نسوي له الري لو نبغى ها تصير الري 300 نضغط على last وتكون 360 درجة ممكن نكتب من البداية ونضغط على enter بس نغير مكان ال please نضغط ar على الكيبورد بعدها نختار هنا تكون last والcenter for rotation مثلا هنا او في النص مثلا هنا ونخليها على last نخليها مثلا عشرة والزاوية تكون 360 بحيث انها تكون دائرة كاملة نضغط على enter فكذا صارت لي مجموعة من الكراسي ب360 درجة وطبعا طول ما هي group زي ما قلنا ممكن نسوي لها copy بمكان ثاني او نسوي لها mirror بهذه الطريقة نضغط على enter وصار عندي دائرتين وممكن اتحكم فيها واغير فيها زي ما نبغى وبيكون التعديل يكون على الاثنين يعني لو جينا وقربنا المسافة بينهم بهذا الشكل نضغط على الصح تغير بهذه الطريقة فكذا بكل سهولة نقدر نسوي الري لأي شي عندنا في المشروع بسرعة وبسهولة بعد ما تكلمنا عن الأنواع الأساسية للري وعرفنا الفرق بينهم وطريقة التعامل معهم خلونا ننتقل ونتكلم عن بعض النصائح أو التبس اللي ممكن نستفيد منها وأيضا بعض الأخطاء اللي ممكن نتفادئها أول معلومة حباك تعرفها أنه ممكن نسوي الري داخل الري يعني مو شرط تكون نسوي الري مرة واحدة مثلا على سبيل المثال لو عندنا هذا القاع وحبينا نسوي الري في البداية بنسوي لينير الري بهذا الشكل بعدها بنسوي الري دي الري حددنا على الكرسي نضغط AR على الكيبورد أو نختارها من هنا نختار أن يكون لينير الري نخلي العدد عشرة ونختار أنه نعطيه معلومة آخر كرسي ممكن نحط صح على بحيث أنه نتحرك بشكل مستقيم أو ممكن لا فنجي نختارها مثلا من هنا إلى هنا فالعدد عشرة نضغط أوكي أو نضغط بس بمكان فاضي بحيث أنه ننسوي زي confirm بعدها نحدد مثلا على هذه الكراسي ونبغى الحين نسوي الري دي الري فنضغط AR ونغير النوع الري دي ال نخليها نفس ما هي العدد لسه ما احنا عارفين كم يكفي بعدها نخلي place ونختار بالcenter of rotation يكون من هنا بحيث أنه نعطيه المعلومة الأولى أنه هذا البداية وهذا النهاية فنعطيه هذا الانجل فمن هنا نقدر نغير عدد يعني عدد الروز اللي احنا نحطها ممكن نبغى عشرة فنضغط على عشرة ممكن نخلي خمسة نضغط خمسة فيكون عندنا بكل سهولة to raise داخل بعض لو جينا الآن ونبغى نغير مثلا العدد بالشكل الطولي ممكن نضغط double click وندخل على group ونغير هنا العدد مثلا نقول له نبغاها تكون خمسة أو ستة أو عشرة 11 يعني نزود أو ننقص فالآن لو حطيت صح بيكون كلها تقل وأيضا هنا الـ radio array ممكن نجي من برى الـ group فنجي نغير العدد ممكن نبغاها ستة نضغط على enter فبكل سهولة نقدر نسوي array داخل بعض بسهولة جدا ثاني معلومة حبك تعرفها خطأ ممكن تتجنبوا أثناء العمل مع الـ array يعني لو عندنا مثلا هذا الكراسي وجينا وحددنا عليها نبغى نسوي لها copy حددنا عليها أوكي ومثلا اخترنا على أداة من أدوات المرور هذه الأداة وجينا وسوينها لا لها مرور بهذا الشكل في البداية شكلها صح لكن زي ما احنا شايفين انه ما عندي عدد أقدر أغيره وغريب لأنه احنا كذا كذا خلقوا عندنا الأعداد من هنا نقدر نغيرها ولو دخلنا مثلا على الـ array الثاني ممكن أيضا أنه نغيره فإحنا كذا كذا مختارين اختيار group and associate بس ليه لما سوينا copy ما احنا قادرين نغير العدد ومو معقول انه يكون اليمين غير اليسار أو انه كل مرة اجي يغير هنا بروح أسوي copy من جديد ففي خطة بسيط سويناه ممكن نعالجه بسهولة نضغط ctrl z نضغط ctrl z نتراجع الخط انه احنا ما سوينا select للـ array نفسه يعني لو جينا وحددنا عليهم احنا لو جينا للفلتر بنشوف اننا حددنا المودل groups بس ما حددنا الـ array نفسه نسوي cancel هذا الخط لازم نحدد عليه نضغط عليه اما بـ control او نحدد عليه بهذا الشكل الآن لو رحنا للفلتر بنشوف نشيل الـ lines هذه الـ lines الخضراء ما نحتاجها بس الـ array لازم يكون معنا لو جينا وضغطنا على OK بعدها الآن لو رحنا وسوينا مرره بنفس الطريقة مثلا من هنا الى هنا بتكون الاعداد معنا وزي ما احنا شايفين هذه زاوية الـ array معنا ممكن نجي ونغير الاعداد بسهولة في هنا هذا العدد وايضا الروز نفسها ممكن نغير العدد لو جينا وحددنا على اي واحد ممكن نغير من هنا نجي على العشرة نضغط عليها ونغيرها مثلا نبغاها خمسة فكذا بكل سهولة نقدر نتحكم فيها بكل سهولة فهذا الخطأ ممكن تتجنبه اثناء العمل انك تتأكد انك حددت على الـ array لما تجد تسوي copy لكن لو جينا ودققنا على هذا الليئاوت شوي غير منطقي لان المسافة هنا صارت جدا كبيرة بين الكراسي والمساحات ضائعة فلو جينا وشفنا على سبيل المثال هذا المثال بيكون التقسيم او الليئاوت هنا احسن كثير وشكلها ارتب كثير هو ان احنا زودنا كرسي في كل صف فممكن نسوي كذا بسهولة يعني لو جينا وحددنا هذه الخطين وحددنا مثلا هذا الكرسي copy على برة بس عشان نشوفها كمثال الان بنسوي له copy مثلا من هنا بس نسوي له في البداية انجروب وبعدها بنسوي له الـ array بشكل طولي linear ونبغى نخلي العدد 10 ونخليها للـ last ومثلا نسويها من هنا الهنا ونخليها 10 نضغط على مكان فاضي بعدها نحدد عليها كلها ونسوي لها انجروب ونبدأ نسوي الـ array بشكل ري ديال يعني لو حددنا على الكرسي الأول نضغط على الـ AR وبعدها نختار انه يكون ري ديال ونختار الـ place يكون هنا وبعدها احنا بنعطي معلومة الـ last فنجي من هنا الـ هنا بعدها نخلي هذا 10 الحين عشان نعيد الخطوات صحيح انها بتاخد شوي وقت بس الـ layout بيكون أفضل بكثير نحدد على الكرسي الثاني لو ما حفظت الشورتكوت فرفت لو ضغطت على الماوس right click واخترت repeat بيجيب لك اخر امر انت سويته ولو جيت recent command بيكون الاخر اخر اختيارات انت اخترتها فنختار مثلا على الـ array ونفس الشيء هو radial ممكن نسحبها من هنا الـ هنا ونختارها مثلا هذه تكون 11 نضغط على enter وهكذا نختار الثانية ونضغط على الـ array او نضغط على right click ونضغط repeat نختارها من هنا الـ هنا ونضغط على 12 ونكمل هكذا بكل سهولة وتكمل كل الـ rose بهذه الطريقة هذا الطريقة صحيح انها بتاخذ وقت لكن زي ما قلنا Layout بيكون ارتب كثير من هذه الطريقة اخر معلومة حابة اشاركها معاكم انك ممكن تسوي الـ array ايضا للـ groups في فيديو كامل عن الـ groups هنا في القناة بتتعلم فيه كل اسرار الـ groups في رفد وبتستفيد منه حطيت لك الرابط في الوصف وايضا ظاهر لك الان على الشاشة صحيح وقت الفيديو طويل لكن فيه كثير من المعلومات اللي بتستفيد منها الان لو احنا نبغى ان مثلا عندنا هذا الـ group او خلونا منبدأ من البداية مثلا نسوي لـ un-group نسوي group اننا نحدد عليها ونسوي لها group فيه كذا طريقة اننا نسوي group بس الان بنختار create group ونسميها اي اسم نبغى مثلا نضغط واحد taken نختار مثلا اثنين او نسمي office furniture لو عندنا مثلا فصل او عندنا مكاتب او عندنا مثلا مستشفى نبغى نسوي الري المجموعة كذا من الفرنيتر نقدر بسهولة اننا نحدد عليه ونضغط على AR بعدها نغير انه الان ممكن نختارها last ونختار مثلا من البداية من هنا الهنا ونخلي عددها ما نبغى مثلا اثنين نبغى اربعة نختار على enter او ممكن نختار على الثاني يعني حددنا عليها نضغط AR ونقول له احنا نعرف مكان الافس الثاني فنجي من البداية من الزاوية هذي مثلا للزاوية هذي ونختار عددها اربعة نضغط على enter فكذا ايضا نقدر نسوي الريز للغروبز وبنستفيد جدا من هذه الاداة في الاماكن اللي تكون فيها ربطة والهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو يارب يكون واضح بسيط وسهل لو عجبك الفيديو بقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك وشاركت الفيديو مع اصحابك وزملائك في العمل ولو مهتم في المحتوى اللي بقدمه على القناة لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس بنزل فيديو جديد كل نهاية اسبوع وكل المواضيع عن التصميم وبرامج التصميم لا تنسى تتفرج على فيديو الگروبز افرفت بتستفيد منه كثير وبتتعلم معلومات كثيرة عن الگروبز وكيف توظف هذه الفيتشر او التول لصالحك اثناء العمل حطيت لك الرابط في وصف الفيديو وظاهر لك الان على الشاشة طبعا لو عندك اي سؤال او استفسار اترك لي اياه في الكومنت وبرجالك في اقرب وقت واخيرا اشكرك جزيل الشكر على المشاهدة واتمنالك كل التوفيق في امان الله